بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة الدرس الثالث اللي عنوانه Properties of Pure Substance أو خواص المواد النقية أولا نبدأ بتعريف جديد اللي هو أنثالبي أنثالبي أو نعبن عنه بحرف H capital يساوي U plus PV بالطبع هنا اليو تعبر لي على Internet Energy زي ما شفنا قبل P هو الضغط و V هو الحجم بالطبع هنا راح تكون الجول هنا قلت بالطبع ليش لأنه هنا ما نقدر نجمع خاصيتين ما نقدر نجمع خاصيتين إلا عندما يكون هم نفس الوحدات بما أني نعرف أنه Internal Energy وحدتها هي الجول ونعرف أيضا أنه Pressure 1 هو Pascal وحدة الحجم هو متر مكعب نعرف أنه Pascal في متر مربع في متر تساوي Pascal في المتر مكعب نعرف أنه Pascal في المتر مربع تساوي H تساوي لي نيوتن نيوتن في المتر تصبح ونيوتن في المتر هي جول فإذا وحدة PV هي جول وحدة Internal Energy هي جول فإذا وحدة Anthelpy هي جول كيف ما عرفنا Specific Internal Energy أو Specific Canary Energy أو Specific Potential Energy في الشابتر الثاني أيضا هنا راح نعرف Specific Anthelpy فقلنا دائما كلمة Specific يعني إيش؟ يعني هي الخاصية الخاصية إيش؟ Anthelpy تقسيم الكتلة فإذا إذا قسمنا على الكتلة هنا نقسم هنا على الكتلة نقسم هنا على الكتلة V على M تصبح لي Specific Volume Internal Energy على M تصبح لي Specific Internal Energy Anthelpy على M أو Mass تصبح لي Specific Anthelpy زي ما قلنا هنا U هي Specific Internal Energy و V هي Specific Volume بالطبع الوحدة حقتها بما أنها جول على الكتلة تصبح لي جول على كيلوغرام هنا راح نعرض إن شاء الله في الحسة القادمة الجداول المستعملة لقياس الخواص فقط هنا راح نعطي كتوطئة على هذه الجداول راح تستعمل إن شاء الله أول شيء ليش الجداول هذه موجودة وإشفها تحديدا The most substance the relationship among Thermodynamics properties are too complex يعني هناك علاقات معقدة بين الخواص بأي مادة نقية إذن هذه الخواص properties are frequently presented in form of table هذه الخواص تعرض عادة في جداول هذه الجداول Thermodynamics properties تعرض لهذه الخواص can be measured easily but others cannot and are calculated by using the relation between them and miserable properties يعني إذن هناك بعض الخواص اللي يتم قياسها بسهولة ولكن هناك بعض الخواص لا يتم قياسها إلا بصعوبة أو باستعمال المعادلات فإذن هنا عشان يسهل هذا الأمر قام بعض العلماء أو كثير من العلماء بتسوية هذه الجداول اللي فيها مجموعة خواص لبعض المواد النقية إن شاء الله في هذا المقرر سوف نعرض فقط جدول خواص بالنسبة للماء السائل وبخار الماء بالنسبة للجداول اللي راح نعرضوه إن شاء الله سوف يقسم إلى أربع أزل الجزء الأول أو ما يسمى B11 و B12 هذا الجدول إيش فيه؟ يمثل لي أو يظهر لي خواص saturated liquid and saturated vapor أو زي ما قلنا إيش؟ saturated liquid vapor مكتر يعني الماء السائل وبخار الماء متواجدين مع بعض ولكنهم إيش؟ ولكنهم لا يختلطوا ولكنهم موفدين في اتزان هنا سؤال يطرح ليش طيب جزئين B12 and B13؟ راح نقول هنا قبل كل شي بما أنه الفرق بين B11 and B12 هنا B11 موجود من الصفحة 776 إلى 79 لكن الفرق بينهم أن B11 يعطيني مع المدخل عندي هو درست الحرارة و B12 المدخل عندي هو الضغط بما يعني إيش المدخل؟ لو كانت المسألة درست الحرارة هي المعطة فرح نستعمل B11 و إذا كانت المسألة أعطاني الضغط فرح نستعمل B12 سوف أيضا يتم تفسير هذا الأمر كبير إن شاء الله في الحصة القادمة أيضا هذا الجدول بالنسبة ل Saturated Liquid Saturated Vapor State راح نستعمل بعض السبسكريبت أي اللي هما F and G F أيضا نعبر عنها؟ تعبر لي على Liquid أو تحديدا Saturated Liquid ولكن لما نحصل G راح نحصل إنها تعبر لي على Saturated Vapor نعيد F Saturated Liquid G Saturated Vapor نقطة FG يعني نقطة الخليط نقطة الخليط فمثلا راح نحصل في الجدول VF فنقصد بها Specific Volume of what بما أنها F تعبر لي عن Saturated Liquid V Specific Volume G تعبر لي عن Saturated Vapor راح نحصل أيضا في الجدول VFG اللي هي تساوي VG-VF ويمكن يظهر هذا بسهولة أيضا في هذا الجدول في عندي B13 and B14 بالنسبة لB13 إيش يعبر لي أو إيش يظهر لي يظهر لي الحالة أو الخواص عند Superheated Vapor B14 يظهر لي الخواص عند Compressed Liquid طيب هنا دائما أتحدث عن الخواص إيش هي الخواص اللي راح يظهر له هذا الجدول راح يظهر لي V اللي هي Specific Volume U اللي هي Specific Internal Energy H اللي هي Specific Anthropy وراح نشوفوها إن شاء الله هذه في الدرس الأخير إن شاء الله هذه الخاصية لكنها تقاص نفس الشيء بالنسبة للخواص المدروسة Specific Volume Specific Internal Energy and Specific Anthropy هنا فقط نود الإشارة إنه هذا الجدول يمثل لي فقط شباب ننتبهو Specific 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 فجميع الوحدات راح تلاقيها إيش لقيها تقسيم Per Kg مثلا Specific Volume متر مكعب على الكيلوغرام Specific Internal Energy Joule على الكيلوغرام Specific Anthropy أيضا Joule على الكيلوغرام Specific Anthropy راح نترقلها كده بشيفة موجزة وراح نشوف الوحدة حقتها إن شاء الله طيب كده أكون خلصت المحاضرة هذه لكني أود سؤالكم تقريبا إيش يمكن راح نستعمل الجداول أو لماذا استعملت الجداول وفي ماذا راح تستعمل إن شاء الله يعني إيش الخواص اللي راح اتقسها لهذه الجداول وليس مقسم الجداول إلى أربع عزة بي وان وان بي وان تو بي وان ثري وان بي وان فور ترجمة نانسي قنقر